كاتب واستشاري العلاقات الأسرية لأستاذ إبراهيم خطاب وهنتكلم معاه عن كتابه وتكلمنا عن التواصل وتكلمنا عن العند صح كده هنتكلم عن ايه تاني ايه اكتر المشاكل اللي لما استعمل نوجة نظرك بتتسبب في خلافات كبيرة بين الرجل والست طيب احنا من شوية كنا تكلمنا انه فيه واحد في الاثنين بيسيب دوره للطرف التاني ودي واحدة من اكبر المشكلات اللي بعد شوية بتوصلنا للطلاق صحيح فكرة انه كل واحد في الاثنين ربنا خلقنا متكاملين ربنا خلقنا مختلفين عشان يحصل تكامل ما خلقناش شبه بعض فبالتالي من اكتر الحاجات اللي في رأيي وتكلمت عنها في الكتاب انه ظلمة الست فكرة السترونج اندبندنت ومن ما بقيتش عايزة تبقى اندبندنت خلص لانه هي ظلمت نفسها بانه هي خادت دور وبدأت تحارب او تدافع عن الدور ده صحيح وانه انا عايزة اكون مستقلة فبالتالي من غير ما تقصد الست بدأت تاخد دور الراجل وهي ربنا خلقها ما تقنش بالدور ده حقيقي ان هي تكون انسة فبدل ما كانت بتاخد دورها الحقيقي اللي ربنا قالها عليه او اللي هي بتحب او بفطرتها المفروض تكون عليه بقت في دور تاني فبقت هي ولا عارفة تكون انسة ولا تقدر تكون راجل احنا اتفقنا ان احنا هتبقى يومين ومن ويومين سترونج ويومين اندبندنت بالنسبة للراجل ما يقدرش يفرق بالدور ده الراجل بالنسبة له يا هي في الدور ده او في الدور ده فهمتك هو في الاخر هيبدأ يتعود ودي يا ام على دي يا ام على دي وده جزء من فطرة الراجل انه الراجل سهل يتعود الراجل احنا قلنا الستر تبحث عن الكمال بتدور على انه اي حاجة مش في مكانها تبدأ تعدلها الراجل عنده قدر عالية جدا على التكيف جدا بشكل هيبدأ يكيف نفسه على اي وضعه موجود فيه ويبدأ يتعامل معاه فهي بالنسبة له لما هي تقوم بالدور ده هو هيبدأ يتكايف الله سواء تعود على الدور التاني فبالتالي لما يبدأ او تبدأ هي تزهق او تتعب من الدور بتاعها تبدأ تشتكي وتبدأ تقول بقى ان هو ما بيقومش بدوره وندخل في مشكلة تانية خالص وهو ما كانش مدرك ان احنا هنروح هنا اشتركوا في القناة